تمار الدوم تمار الدوم وهي أحد أصناف تمار النخيل المنتشرة في السودان والسعودية بكترة وعلى الرغم من أن تمارة الدوم هي أحد تمار النخيل إلا أنها لا تشبه التمر أو الرطب بل بالعكس فهي صلبة كبيرة الحجم تشبه التفاح في شكلها ويؤكل الجزء الخارجي منها ولها نواد صلبة جدا وتتميز بطعم ورائحة مثل خبز الزنجبيل أو تشبه قليلا السكر البني وتمار الدوم غنية بالعديد من العناصر والفيتامينات المهمة للجسم مثل فيتامين A ومجموعة فيتامينات B كالنيسين وB1 وB2 بالإضافة إلى مجموعة قوية من مضادات الأكسادة المعروفة باسم مركبات الفلافونويد أي البوليفينول فوائد تمار الدوم تمار الدوم تساعد في خفض ضغط الدم عرف استخدام تمار الدوم لمرضى الضغط المرتفع حيث أنه يساعد في خفض ضغط الدم وقد تبت أن التركيب الفريض لفاكهة الدوم لما تحتويه من مركبات دوائية منها السابونين والكمارين والزيوت الأساسية والفلافونويد لها تأثير خفض لضغط الدم المرتفع بالإضافة إلى ذلك فإن الدوم غني بالألياف الغدائية ومضادات الأكسادة مما يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع تمار الدوم تساعد في خفض الدهون بحيث تساهم تمار الدوم في خفض نسبة الدهون الثلاثية والكوليستيرول الضار في الدم حيث تبت أنه يحتوي على مشتقات الفينول مثل حمض الكلوروجينيك وهيدروكسيتيروسول وحمض الفانيليك التي تقلل نسبة الدهون في الدم مما يحد من خطر الإصابة بتصلب الشرعين وأمراض القلب تمار الدوم تساهم في تقوية الذاكرة حيث تساعد العناصر الغدائية التي توجد في الدوم من فيتامينات ومعادن ومضادات الأكسادة على تقوية الأعصاب والحفاظ عليها من التلف مما يساعد على مقاومة بعض الأمراض مثل الزهايمر والقلق والتوتر كما أنه يقوي الذاكرة بشكل كبير تمار الدوم مفيدة لمرض السكري تساعد تمار الدوم في خفض نسبة السكر في الدم ويرجع ذلك لقدرتها على زيادة إفراز الأنسولين وتعزيز تمثيل غدائي للغليكوز كما أن محتوى تمار الدوم العالي من الألياف الغدائية يساهم في خفض نسبة السكر في الدم تمار الدوم تحمي من الإصابة بالسرطان حيث تحتوي تمار الدوم على كميات هائلة من مركبات الفينول القابلة للدوابان في الماء والتي تتمتع بخصائص مضادة للأكسادة حيث تعمل مضادات الأكسادة على حماية الجسم من الجذور الحرة التي تسبب تلف الحمض النووي والإصابة بشيخوخة الخلايا والأمراض التنكسية والسرطان تمار الدوم تساهم في الوقاية من العدوى أظهرت الدراسات والأبحاث على أن مستخلص تمار الدوم يساهم في الوقاية من العديد من أنواع البكتيريا موجبة الجرام وسالبة الجرام ويرجع هذا النشاط إلى وجود مركبات الفلافونويت التي تعمل على قتل البكتيريا عن طريق تطبيط أنزيمات تحلل المائي أي البروتياز وتعطل التساق الميكروب تمار الدوم مفيد للجهاز الهضمي تمار الدوم تتميز بخصائص مضادة للالتهابات فقد وجد أنها تساعد في علاج متلازمة القولون العصبي والتخفيف من أعراضها ومن فوائد الدوم أيضا غناه بفيتامينات بواحد وبي اثنان وبي ثلاثة وبي ستة التي تلعب دورا في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي حيث يؤدي نقص هذه الفيتامينات إلى حدوث مشاكل هضمية شديدة مثل الإمساك وتشدر الإشارة إلى أن فاكهة الدوم تفيد في علاج الإمساك لغناها بالألياف الغدائية التي تسهل حركة الأمعاء تمار الدوم مفيدا للمرأة الحامل والجنين تتمتع تمار الدوم بخصائص تعمل على تقوية جدار الرحم والذي يساعد على استقبال بويضة المخصبة والحفاظ على نمو وسلامة الجنين وتحتوي تمار الدوم أيضا على حمض الفوليك وهو عنصر غدائي مهم للمرأة الحامل للوقاية من العيوب الخلقية مثل عيوب الأنبوب العصبي الذي قد يصاب بها الجنين تمار الدوم مفيدة للنساء بحيث تعمل على تعزيز الصحة الإنجابية للمرأة وزيادة الخصوبة بسبب غناها بمضادات الأكسدة التي تقلل من الإشهاد التأكسدي وتعمل على تجديد خلايا الجسم بما فيها جخلايا الجهاز التناسلي علاوة على ذلك فإن من فوائد تمار الدوم المغلية تحسين الدورة الدموية وتوازن الهرمونات مما يساعد في تنظيم الدورة الشهرية لذا يزيد تناول تمار الدوم من فرص الحمل بشكل غير مباشر تمار الدوم مفيدة للبشرة بحيث تتعدد فوائد تمار الدوم على البشرة حيث أنها تقي من ظهور تجاعد المبكرة وشيخوخة الجلد بالإضافة إلى أنها تلطف من حروق الشمس الخفيفة فقط وتساعد في علاج بعض الأمراض الجلدية تمار الدوم تعالج الإضطرابات الجنسية من فوائد الدوم المهمة دوره في علاج الإضطرابات الجنسية والعديد من المشاكل المتعلقة بها لدى الرجال بشكل خاص إذ وجد بأن للدوم دورا كبيرا في زيادة القدرة الجنسية من خلال تأثير على عدد الحيوانات المنوية وزيادتها من خلال زيادة مستويات الهرمون الدكاري التستستيرون تمار الدوم مفيدة لصحة الشعر عرف عن الدوم دوره الكبير في إنبات الشعر وزيادة قوته وينصح العديد من مختصي العلاج بالأعشاب باستخدام منقوع الدوم يوميا بغرض تقوية الشعر وإنباته وعلاج مشاكل تساقطه قد يعود ذلك إلى ما يحويه الدوم من مجموعة فيتامينات بي المهمة مثل التامين، الريبوفلافين، والنياسين المهمة جدا لصحة الشعر وتقويته ومنع تساقطه بعض الأضرار والآثار الجانبية ممكن حدوتها بعد تناول تمار الدوم يجب على مرضى السكري استشارة الطبيب قبل تناول الدوم نظرا لأن الدوم قد يسبب انخفاض مستوى السكر في الدم كما ينبغي على المرأة الحامل تقليل أو تجنب تناول الدوم دون استشارة الطبيب حيث لا توجد دلاء العلمية على مدى أمان استخدام الدوم أثناء الحمل كانت هذه جميع المعلومات المتعلقة بفوائد ومنافع الدوم لا تنسوا متابعتنا على مدونة رتاج لمزيد من المعلومات والمواضيع حول كل ما يتعلق بالأشاب والزيو الطبيعية التغذية الصحية والجيدة، المرأة، الجمال، الطفل وغيرها من المواضيع كما لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على الجرس ليصلكم دائما جديد الفيديوهات وزيارتنا على موقع رتاج على الفيسبوك والانضمام لمجموعة رتاج جميع الروابط تجدونها أسفل في صندوق الوصف